انت على السيف كده عايزين يقلبهم في الشتاء بقى يبقى خليل. ان شاء الله اتمنى والله يعني. نعرف انت كنت بتغني للضيوف وانت صغير. كانوا يعملوا فيك كده. للضيوف اه كانت والديتي اللي ارحمها. يعني دي من الحاجات اللي يعني اللي خلتني اه اراكز في حتة الغناء. انا طول عمري وانا صغير. اه والدي كان بيعضي شاغل هو سميع. فدايما بشاغل مزيكة. وانا بتلقائيا باغني معها. مش فاهم ان انا يعني ان انا صوتي حلوة او باغني ايو. اه. باغني لمجرد ان انا بردت حاجة بتحصل قدامي فا بعملها. فاللي خد باله ان انا صوتي حلو والدتي. الله ارحمها. فكان كل ما يجي لنا ضيوف. تعالي يا حبيبي. تعالي يا حبيبي. تعالي يا حبيبي يوعد. سمى عمه. طب كنت بتتكسف ولا كان اصلاح دايما اطفال منتكسف منعمال اهالينا. سديني خالص ما كنتش بتكسف يعني كنت كنت حابب الموضوع. لغاية بقى ما سنة سنة اكتشفت بقى ان انا حابب الغنى وحابب ان انا اغني وابتدت بقى ان انا اسعى وهي اللي دايما كانت بتشجعني يعني. انت باخد حظك. اصلا انت مهوب قوي وصوتك حلوة قوي. بل انت كنت تطلع بسرعة الصاروخ كده زي ما بيتقال. بقد ان مشاكل انتجية اللي انت مريت بها مع كذا ش شركة انتج. وقفتك شوية. هل انت شايف ان هيسم دلوقتي واخد حظه او واخد يعني اللي مفوطي بقى اللي هو فيه دلوقتي. الحمد لله. يعني انا راضي. آآ تماما كل الرضا عن عن اللي انا فيه واللي حاصل دلوقتي. آآ طموحي ما مالوش حدود. ولسه ما قدمتش ربع اللي انا عايز اقدمه. آآ ربنا يدينا العمر ان انا اقدر ان انا اقدم حاجات تانية كتيرة. وان بعد ما اخلص المهم ان الكتاب التاريخ يذكرك او الناس تذكر ان كان فيه حد بيغني اسمه فلان الفلاني. يعني زي ما احنا بنفتكر ان فيه زمان عندنا فلان وفلان وفلان وفلان. اتمنى ان انا اكون واحد منهم. ده الاهم من ان انا اكون موجود فين دلوقتي وعملت كام قلب وعملت كام اغنية يعني. فيه ناس ممكن تسمع تقول ايه طيب هيسم كان عنده مشكلة مع الشركتين اللي انتاج لشتغل معي. طب هي كاتب مشكلة في هيسم وكاتب مشكلة فيهم احنا مش هنتطارك لها انا اعرفه. اه هي المشكلة فيه لان انا كنت بتساهل في في حاجاته يعني باخد وعود اه انا معروف عني ان انا كلمتي عقد. اه حتى لما بختلف في وجهة نظر في شغل بكمل الشغل الاخر حتى لو يعني بحط فلوس من جيبي. لان انا خلاص طالما التزمت بعقده بكلامي اه حتى لو على رئيبتي. اه الطرف التاني هو اللي دايما ما بينفس الوعود او البنود اللي انا متفقين عليها فهي انا سأعتبرها مشكلة ثقة لكن لا نريد أن تتطرق هذا الموضوع لأنه مجرد اختلاف في وجهات النظر في الشغل لكن على المستوى الشخصي هناك عشرة وعيش وملح ومحبة وهذا لا يمكن أن يتغير لكنها فترة وعدت الحمد لله من حياتي وأنا دلوقتي أتعاون مع شركة محترمة جدا شركة شرقي أستاذ محسن أحمد شركة في منتهى الاحترام ويعني اللي بنتفع عليه بنعمله فأنا مبسوط بصراحة